أصدر البنك الدولي والأمم المتحدة تقريرا لتقييم الأضرار التي لحقت بالقطاع غزة إثر الحرب. التقرير الذي حمل عنوان حيث التقييم المؤقت للأضرار استخدم مصادر جمع البيانات عن بعد لتقدير الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المادية في القطاعات الحيوية بين أكتوبر العام الماضي ونهاية يناير العام الحالي. التقرير الجديد فاد أن تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية في غزة تقدر من نحو 18 مليار ونصف المليار دولار. أي ما يعادل 97% من إجمالي الناتج المحلي للضفة الغربية وقطاع غزة معا عام 2022. التقرير خالص إلى أن الأضرار التي لحقت بمرافق ومنشآت في البنية التحتية تؤثر على جميع قطاعات الاقتصاد. حيث تشكل المباني السكنية 72% من التكلفة. كما تم تدمير أو تعطيل 92% من الطرق الرئيسية. في حين تشكل البنية التحتية للخدمات العامة مثل المياه والصحة والتعليم 19% من الأضرار. أما الأضرار التي لحقت بالمباني التجارية والصناعية فتشكل نحو 9% من هذه التكلفة. تقرير البنك الدولي أشار أيضا إلى أن الدمارة خلف كمية هائلة من الحطام والأنقاض تقدر بنحو 26 مليون طن. وقد تستغرق سنوات لإزالتها والتخلص منها. والتقرير تناول أيضا التأثير الاقتصادية على سكان غزة. مشيرا إلى أن أكثر من نصفهم أصبحوا على حفة مجاعة. كما يعاني جميع السكان من الإعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية. وفق التقرير هناك أكثر من مليون شخص بلا مأوى. وتعرض 75% من سكان القطاع للتهجير. ويفيد هذا التقرير بأنه مع تضرر أو تدمير 84% من المستشفيات والمنشآت الصحية. ونقص الكهرباء والمياه لتشغيل المتبقي منها. لا يحصل السكان إلا على الحد الأدنى من الرعاية الصحية أو الأدوية أو العلاجات المنقذة للحياة. أقال إن النظام المياه والصرف الصحي تعرض تقريبا للانهيار. وأصبح لا يوفر سوى أقل من 5% من خدماته السابقة. ما دفع السكان إلى الاعتماد على حصص مياه قليلة للغاية للبقاء على قيد الحياة. أما بالنسبة لنظام التعليم فقد انهار. إذ أصبح 100% من الأطفال. أي كل أطفال غزة خارج المدارس. حسب البنك الدولي.